سبحان الله كنت يا أخوة تفكر في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم أفقه معناه حقيقة عقدا أو عقودا من السنين وهو الحديث الذي يروي من طريق سيد عائشة في رواية ومن طريق سيدنا بلال رضوان الله تعالى عليه في رواية أو أنهما قصتان مختلفتان عندما دخل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في التهجُّد قال فبكى حتى بل لحيته قال فبكى حتى بل ثوبه قال فبكى حتى بل الأرض ثم أطلق السؤال على سيدي العابدين ورمز كمان البشر صلى الله عليه وآله وسلم اعتبكي يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر لأن التصور العقلي في العادة أو المستوى الذي يصل إليه العابدون الذين يعتبرون من أفضل الناس في المستويات العادية أن يبكي خوفا من الله وخشية لقلال الله سبحانه وتعالى فإذا كنت يا رسول الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فلماذا تبكي؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الجواب المعروف أفلا أكون عبداً إيش؟ شكورة فنقول كيف إيش علاقة البكاء مع الشكر ثم ألهمني الله سبحانه وتعالى معنى سبحان الله وبعد أيام وقدته للإمام الغزالي وهو أن الإنسان عندما يفيض في قلبه معنى الاعتراف لله سبحانه وتعالى بالفضل على النعم يصبح هذا الإنسان على حالة من الحياء والخجل من الله أنك يا رب أنت أعطيتني ورزقتني ووهبتني وتفضلت علي بالكثير الكثير من النعم ومهما قمت أنا بما قمت به من جهد ومن عبادة ومن طاعة ومن عمل لخدمة الدين فسيتضاءل كل ذلك العمل أمام فضلك فأنا سأكون في غاية الضعف والتضاءل مهما بلغت من درجات الشكر ومهما فعلت مما يستوقب علي أن يكون شاكرا لك فسيظل عملي وسيظل قهدي أقل 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 لأن الأمر العقيب أيها الأخوة أن فضل الله يزداد على الشاكرين ويزداد على الحاملين ويزداد على العابدين فكلما هذا العبد زاد من الشكر وزاد من العمل الصالح وزاد من خدمة الدين يزداد الفضل من الله سبحانه وتعالى فيبقى هذا الإنسان دائما في حالة من التضاؤل والتمسكن والضعف والتذلل بين يدي الله سبحانه وتعالى ولن يزال الله سبحانه وتعالى هو صاحب النعم صاحب الفضائل أفلا أكون عبد شكورة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يرزقني وإياكم هذه المعاني